نبدأ بسم الله مولانا والعالم بالخافية وجهار ونظني بصلاة نبينا محمد الحبيب والنوار نوره في الدنيا مضويناه واللي يذكره ما يشوف غيار وتسبنه قافل بنا ذكر النبي احنا استحليناه محمد كامليل بها والزين الباركة والزود والرجلة وما يبخل ما يحقه الحسود وما في قلب المصطفى حيلا محمد متوكل على الجنة وحوريات العين تستناه ما ولده لكار ربعنسة وهذا في اللي يولده لبطال غير ربعن تانسة ولده ما شكون هما ما ولده لكار ربعنسة وهذا في اللي يولده لذكار يامينة جابتن بالمختار نوره سابق في اسم الأقصى وطوبة في سيدي عليه حيدار وخيرة في جلول بموسى ونسمى في من نهد سيدكحار عبدالله طوع من ياسا وإحنا غير شقا وجابونا ومنجا بتقنفوش كي باباه وتسميه عليه المغبونا وإلى ما تدقول كي داداه لو كان حضر عالي ساعتنا وانفاس البغداد ذك عشاه والله يلا خسر يدو فينا ولا عرص يفوم غمدزوا ينسفنا بالغيظ يرمينا وفي حق المشهور تلفنا ارقب يا بن طالب العطاب يا ركب السرحان نعم الصيد من بعدك والله أديك عقابو الدنيا مبرادها والزيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي للجمهور داخل الوطان وخارج الوطان والله تقبل منا ومنكم شهر الصيام التوباء والغفران الله يقبل منا ومنكم شهر الصيام شهر التوباء وشهر غفران المغاربة الحرار داخل الوطان خارج الوطان في المكان السمية نعم محمد رسول الله هنا يا سادات يا كرام عنو اللي والحكاية هذه الحلقة الخامسة لما السيد علي يجبهم دخلهم على سيد النبي السيد النبي فرح بهم قال مرحبا درف السحابة قال لهم يا السحابة هذا الناس ضياف وكل واحد على من يقدر يدي نعشيو هذا الناس السحابة عرفوهم جهالة ما كانش واحد اللي قال رسول الله أنا ندي هاد الناس علش يا سادات كانشي قليل كان وقت المجاعة كان الرجل اللي عنده تمره يقسمها مع صاحبه يقول له غدايش يا ربي الخير كما نحن اليوم الخير مزلع وبنا ما قاناش القناعة تكون القناعة تكون وحد من يجمي يتكلم من هذا واحد سيدي بوبكر الصديق خلافان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوبكر وعمار وعثمان وعلي نال بوبكر قال له يا حبيبي يا رسول الله أنا ندي عشرة من هذه الناس قال له بارك الله وفيك بوبكر نال السيد عمار قال له يا حبيبي يا محمد حتى نندي عشرة وسلم لي بارك الله وفيك نال السيد عثمان قال له يا حبيبي يا محمد حتى نندي عشرة من هذه الناس بقوا عشرة السيد علي قال له يا حبيبي يا رسول الله هذا العشرة اللي بقينا ننديهم قال له لا يا علي علاش وزع مارثة لهم حي تنسيبه قل له ما بغش عليه يدي الضياف قل له كيف يصرها فسنف فهموا عنيش قال له لا السيد علي هو وزيعان في السحابة إلا تغدى ما يتعشى وإلا تعشى ما يتغدى الله كريم ما عندوش عشا ليلة كما يقولوا والله يعلم قل له يا حبيبي يا محمد علاش قل له ما عندكش باش غد يتوكل هذه الناس هذو رح معشرة الناس قال له يا حبيبي يا محمد راني جبت واحد شوية نتعى الزرع اللي حسن الحوسين وغادي نطحنه ونعطيهم يأكلوا قال له لا يا علي من هذا واحد الذمي كان قاعد مع السحابة مدت عشر سنين وهو في المدينة لماذا كان له المال على ابني عمه وكان له واحد المال كبير لكن مصفتينه باش يحجمر رسول الله ويسقيه بالسم لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخبره عليه جبرين عليه السلام يا محمد لا تقفل عادو تخليه يحجم لك رغى لي يسقيك بالسم سيدنا محمد وخال له لخاطره وما بغيش يخبر عليه السحابة من كل جمعة يقول له واحدة للجمعة الخرى إن شاء الله تالي الجمعة الخرى لماذا النبي ما بغيش يعلم عليه السحابة يقول بالك لأن ربي يهديه هذا العام ويشهد ويقول لدين تعالي الإسلام كان قاعد مع السحابة قال له يا رسول الله دعي معي نلدي هذا الناس بعشرة تديهم أنت نعم شكرا هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لدي أدخوتك الله يشعل الخير فين ينصاب يباش ادخوتك الله يشعل الخير فين ينصاب فين غادي ينصاب الخير لإمام وعلي مرباش ونعظ ووقف أو قام أمام الصحابة قال له يا حبيبي يا محمد الخير فين غادي ينصاب قال له يا علي ما تقلق شروحك الخير ما ينصاب غادي فيه في الأم وانتاعي واللي قلع الخير من أمتي ما فيهش الخير هذا الشيء رسول الله هنا قال الخير فيه في أمتي لا ينقاط على يوم الدين واللي قلع الخير من أمتي ما فيهش الخير هذه الكلمة نفهموها مزيان خين أدهم وقزان أدهم عد لي سيدي واحد الطوابل وقال لهم مرحبا بكم عددوك الطوابل جاب الحم الحلوف جاب الشراب سطر حال الطوابل المماكلة على كل شكال خيتنا سوف يرون هذا الماكلة حرام عند العرب هذا السيكرين على العرب سوف يجربناه لا ناكله من هذه الماكلة سوف يلغى البلد سوف يضب يوم ممنوع تأكله يوم الكبير يهضر بعهم وقال لي هم منوعة تأكلوا خي ناسا داخلي قال لي هم مالكم كولوا واشتربوا وقال لي فرق دينه معذب قال لي لا لماذا؟ هذا الشي حرام عند العرب حرامة؟ ايه؟ لماذا؟ وقال لي سيدها رحنا مسهدين وقال لي نالين لإسلام وبكري كنا زهالة ذوك رب العالمين مقضنا هل أنتم مسهدين؟ نعم يلي هم تكذبوا كيف؟ انتم مسهدين موالو ثم ركو جايين تدين وربعانت على عرب تحرق وهم يشدوا يباكم يباكم مريض عندها دودة تأكلوا للحم وتغصص له العظم وتسرب له الدم وتكذبوا عليها أنا أقول لي مسهدين صافي ماذا قلت منها؟ كيف قالوا لي أفضحوا راية من هذا الفرد تنفيذ الوقت ومعزهم بطلعة صغيرة التي ساكن فيها الكلية تأكل وفقد لا تخمصوا لا تخمصوا وفي أخونا ويقومون بطلعة وقال لهم أن نحجمه المحمد ونحجمه المحمد ونحجمه ونحجمه المحمد ونسقيه بالسم وقد قلت له مال الكبير على ابن عمي وراني مقاسي هنا في عشر سنين وما زي ما باشيطوا عليه وثانا أخوكم كولوا واشتربوا قالوا له صحة إلا أنت أخونا تقدموا لهذه الماكلة تقدموا للماكلة بدأ يأكل تاقوا فيه باتوا كيل فراد والطرصات أهلك ما بينهم لما قرب الحال يصبح اسمع واشتغلين يديروا معاه وهما واسمغلين يديروا معاه وهما واش يدير معهم الحكاية يدير نرها زيدة القدام وهذه الحلقة الخامسة وتحيات للناس اللي كي يسمعون هالكلام الطيب ويدّيه منها الفائدة ويدّيه منها كرامة ويدّيه منه الحسناة اللي يسمعونه ليه الشيخ اللي أخوكم فنان يقولوه الكلام اللي يرضىوه الناس تايلا متنع خليوه تاريخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته